موسيقى الرئيس السيسي يفتتح مركز تحكم الشبكة الموحدة لخدمات الطوارئ ويشهد اطلاق خدمات القمر صناعي طيبة واحد اليوم انطلاقوا فعاليات القمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر بحضور القادة والزعماء العرب موسيقى فوتين يدعو اوكرانيا لضمان سلامة حركة الملاحة ويؤكد ان المسيرات التي استهدفت السفن حلقت في الممر الامن لاتفاق الحبوب موسيقى منتصف ليلة القاهرة العاشرة بتوقيت جراناتش نشرة اخبارية تأتيكم من القاهرة اهلا بكم افتتح الرئيس عبد الفتاح اسيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمة الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم واكد الرئيس اسيسي في مداخلة له خلال حفل الافتتاح على اهمية انشاء الشبكة والتي كانت بمثابة حلم تحقق للمساهمة في تأمين البيانات والاتصالات بشكل كامل احنا هنخلص الجمهورية بالكامل خلال ربع شهور تمام يا فن وانا بس خليني يعني اشكركم جميعا كل اللي سام فازا مشروعها دكتور مصطفى وكل الوزرات المعنية بهذا الامر وده كان حلم حلم نبيه من سنين طويلة فاتت يعني والحمد لله ربنا وفقنا ويعني خلصناها تقريبا وانا بس عايز اقول لكم على حاجة في كل المشروعات اللي زا كده يمكن كتير من اللي بيسمعونا بيشوفونا يمكن ميكونوش متصورين ايه اللي ممكن تقدمو المنظومة دي للدولة المصرية وللأداء والجودة الحياة والحوكمة البيانات وسلامة الإجراءات وكلام من هذا القبيل ويمكن هذا كان محتاج مننا ان احنا في الإعلامية نشرح اكتر ونفهم الناس اكتر لما اتكلم على يعني من غير مخشف تفاصيل كتير يعني يا بكر تمام لما بنتكلم على تأمين بيانات وتأمين اتصال احنا بنتكلم هنا على حاجات فنية يعني مش عارف اقول يعني دكتور مصطفى يقول لي معقدة انا عايز اقوله هي مش بس معقدة بس ده هي حجم التأمين اللي فيها قد يصل لنسبة عالية جدا جدا مش عايز اقول مية في المية عشان ما بقاش بكلم ولا يا بكر تمام يا فندي يعني الكلام اللي معمول فيه كلام مش حتال خالص تمام في الموضوع دوت لكن هو الهدف منه ان احنا الاتصالات والبيانات المتدولة على هذه المنظومة تبقى يعني يصعب ان ما كانش يستحيل التدخل فيها او اعاقتها وكشف الرئيس اسيسي عن انه سيتم انشاء مركز عمليات مصغر بكل محافظة للاتصال بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة الكلام اللي بيتعمل اللي هنا لما يخلص تماما على مستوى المحافظات هيبقى انت متقرر هيبقى فيه مركز عمليات صغير يعني هنا المركز عمليات رئيسي اللي هو اللي الدولة بتشوف بيه بعضها بتشوف بيه كل المحافظات وتشوف نفسها بيه وبتسيطر بيه البان او البلاغ الواحد اللي حيتقدم من محافظة زي محافظة مثلا الاسماعيلية لقصر اي حاجة يبقى فيه مركز زغير يشرف برضو بالعناصر الست اللي احنا بنتكلم عليهم الاسعاف والدخلية او الصحة والدخلية والبترول وغيره موجودين عناصر برضو على مستوى المحافظة والمحافظة الكلام ده متصل بالمركز الرئيسي آلي مش كده برضو يا بقر تمام يا فاند فاحنا شايفين بعض شايفين اللي بيحصل في الدولة ونقدر نحشد الموارس سواء من داخل المحافظة اللي فيها مشكلة او الدولة تقوم بحاجة موارد اخرى لو الامر متطلب اكتر من طاقة المحافظات انا بس عايز اقول نقطة مهمة جدا هنا احنا كنا بنقول اللي هو مايكانت والحكومة الزكية وبقول احنا كان فيه كلام اتكلمنا فيه من حوالي ثلاث سنينة دكتور منصفة على ان احنا في المدن الجديدة في المحافظات المختلفة بنعمل المحافظة الجديدة وانا ان المحافظة الجديدة بكر معلش هتبقى برضو مميكانة متصلة بالحكومة في العسامة الدكتور مصطفى فارجوا ان احنا واحنا شغالين ننتبه ان احنا عشان بس بنعملش الزواج في مراكز التحكم اللي انتوا هتعملوها تفقد الرئيس اسيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة واستمع رئيس اسيسي الى شرح مفصل حول التغطية الجغرافية للشبكة الوطنية للطوارئ وخدمات الاتصال المؤمنة التي توفرها الشبكة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية كما شهد الرئيس اسيسي افتتاح واطلاق خدمات القمر الصناعي المصري للاتصالات طيبة واحد من احدى مراكز الادارة والتحكم عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث اكد رئيس اسيسي ان مصر لاول مرة اصبح لها قمر اتصال خاص بها وهو ما لم يكن موجودا من قبل بشكر كل من ساهم في المشروع دوت وبرضو بشكر الجهد الكبير وبهني احنا قلنا كلام ده قبل كده من اكتر من سنة لما اطلقنا القمر لكن ده كان اول مرة يكون لمصر امر اتصالات خاص بها تمامي فهنا قدنا مكنش موجود قبل كده انا بنعتمد على طبعا ده متاح مهم او ان اقول برضو ان الشغل اللي هنا مش شغل الشغل اللي هنا فيه شغل تجاري ممكن يحقق موارد يمكن بكر ما شارشي لها باستفادة يعني لكن ممكن يحقق موارد كويسة لتقديم الخدمات ديت للقطاعات المدنية والجهات المدنية والمستثمرين والقطاع الخاص اللي هو يهموا ان ياخد خدمة بهذا المستوى وبهذا الجود هناء الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس لولا داسيلفا بمناسبة انتخابه رئيسا للبرازيل متمنيا له كل التوفيق في تحقيق تطلعات شعب البرازيلي صديق للتنمية والازدهار واكد الرئيس السيسي تطلعه للعمل المشترك مع رئيس داسيلفا لتعميق علاقات صداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات كما وجه الرئيس السيسي الدعوة لنظيره البرازيلي للحضور الى مصر للمشاركة في القمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ مؤكدا ثقته في قدرة البرازيل على القيام بدور ايجابي بناء خلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولي موسيقى نوجه عناية حضراتكم الى انه تم اطلاق قناة القاهرة الاخبارية وهي قناة اخبارية نصرية تبث على مدار 24 ساعة وتقدم محتوى اخباريا متنوعا وقويا من مصر والمنطقة العربية والعالم يمكنكم متابعة القناة على القمر الصناعي النيلسات على تردد 11747 vertical كما نوجه عناية السادة المشاهدين لانطلاق قناة اكسترا لايف في بثها التجريبية وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الاحداث الكبرى داخل مصر وخارجها وفي مقدمتها قمة المناخ ونشير الى ان تردد قناة اكسترا لايف 12092 vertical فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال النشرة اكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان مشروع العاصمة الادارية الجديدة يعمل وفق منظومة متكاملة وخلال لقائه مع رئيس مجلس الادارة والعضو المنددب لشركة العاصمة الادارية الجديدة للتنمية العمرانية شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في هذا المشروع العملاق وفق اعلى مستوى من الكفاءة والجودة كما شهد اللقاء استعراض عددا من الموضوعات والملفات من بينها جهود التنسيق الذي يتم من جانب الحكومة والشركة بشأن انتقال العاملين بالجهاز الاداري للدولة الى مقار وزاراتهم وجهاتهم بالعاصمة الادارية الجديدة للعمل بالحي الحكومي بصفة دائمة انطلقت فعاليات التدريب المصري الاردني المشترك العقبة 7 والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والاردنية وتستمر فعالياته حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري بميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الاحمر ويشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والاردنية ويعتبر التدريب العقبة 7 من اهم تدريبات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والاردنية والذي يهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التقطيط والتنسيق والتنفيذ في التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزة الوزارة في مجال التموين والتي أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية نتابعها في التقرير التالي تتواصل الضربات الأمنية التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق من خلال مكافحة جرائم غش السلع وحجب السلع عن التداول بالأسواق فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن من ضبط 79 طن دقيق وأرز أبيض قام مسؤول ومالك عدد من مخازن السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة بتجمعها بهدف حجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء كما تم ضبط قرابة 52 طن دقيق بلدي مدعم قام مسؤول عدد من المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة ببيعها بالسوق السوداء مستوليين بذلك على أموال الدعم المخصص لها أجهزة وعزرة الداخلية تمكنت من ضبط سلاسة مسؤولين عن محطات لتموين السيارات بالقاهرة والجيزة والأقصر لقيامهم بالاستلاء على نحو 770 ألف لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء كما أصفرت الحملات الأمنية للتصدي لجرائم حجب السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 153 قضية بإجمال مضبوطات بلغت قرابة 200 ألف عبوات سجائر مختلفة الأنواع ونجحت في ضبط مسؤول عن محل بدال تموني بالجيزة وبحوزة خمسة أطنان سكر تموني معبأ داخل عبوات بها نقص في الأوزان وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 10 أطنان ونصف أسمدة زراعية بمحل ومخزل الأسمدة الزراعية بالمنوفية والشرقية تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء وضبط 31 طن سكر بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالإسكندرية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع السلع منتهية الصلاحية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 46 طن أسماك ولحوم ودواج غير صالحة لاستهلاك الأدمي بالقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية وأسوان والإسكندرية كما تمكنت من ضبط 83 طن ملح طعام غير صالحة لاستهلاك الأدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة حال ترحيها للتدول بالأسواق بحوزة مسؤول مصنع لتعبئة ملح الطعام بالمينيا وضبط قرابة 26 طن مواد غذائية غير صالحة لاستهلاك الأدمي بالمنوفية والشرقية والجيزة كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مسؤول مخزن بدون ترخيص تابع لمصنع للصناعات الدوائية بالقليوبية وبحوزة 59 طن مستلزمات إنتاج أدوية منتهية الصلاحية وضبط أكثر من 11 ألف قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة مسؤول محل لتجارة المستلزمات الطبية بالقاهرة موسيقى وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 559 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 212 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 94 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 108 أطنان أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 10 أطنان أسمنت كما تم ضبط 725 قضية من بينها 144 قضية خبز ناقص الوزن و125 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز بالإضافة إلى ضبط 26 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 213 طن في مجال ضبط قضايا تهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء الإفراج عن مسلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك بدءا من اليوم الثلاثاء حتى يكتمل الإفراج عنها جميعا بنهاية الأسبوع الجاري وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي بهدف إتاحة السلع في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وذلك لتمكين المصانع المتوقفة من العودة إلى العمل أطلقت مؤسسة حياة كريمة سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة لكافة فئات المواطنين في قرى الريفة المصرية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستعددا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستجابة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف أطياف المجتمع وتأتي تلك اللقاءات الجماهيرية ضمن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لكافة الكيانات الأهلية الفاعلة لإجراء حوارات جماهيرية ومجتمعية في مختلف المحافظات لتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة ورفع نتائج تلك اللقاءات لمجلس أمناء الحوار الوطني لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري دشنت مؤسسة حياة كريمة ندوة توعوية في كلية الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة لحث طلابه على التطوع وذلك ضمن البرنامج التوعوية المتكامل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتعريفهم بالجهود التنموية المبدولة على الأرض وتزامنا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحقيقة نحن جدنا تكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول أكتوبر أن نحن نطلق ندوات للحوار الطلابي في الجماعات في كافة جماعات الجمهورية والحقيقة نحن تحرقنا على وجه سريع أن نحن رحنا للمجلس الأعلى للجماعات أن نتم الاجتماع معاه لبحث آلية أن نطلق هذا الحوار الطلابي في كافة جماعات الجمهورية ولقينا الحياة تعاون كبير جدا من قبل رئيس المجلس الأعلى للجماعات ونائب والأمينة العام للمجلس الأعلى للجماعات وبناء عليه تحرقنا في حوالي دلوقت عملنا 32 ندوة في أكثر من 26 جمعة في عدد 210 كلية بإجمال حوالي مشاركة من الطلاب أكثر من 20 ألف طالب عنا فكرة التطوع أن نحن قد إيه نسبة الجهود بتاعتنا اللي احنا قدرين بنعملها في حلقة ديئة صغيرة مش معروفة ابتدينا أن نحن مع مؤسسة حياة كريمة نعملها بشكل أكبر جوة المجتمع ابتدينا أن نحن نكون كمان على علاقة بالمجتمعات اللي حوالينا فالتطوع بالنسبة لنا هو كان نقطة التحول اللي احنا كلنا بنحاول أن نحن نوصل لها نقطة التحول في الجهود اللي احنا عايزين نعملها نقطة التحول في القرب من أهلينا نقطة تتحول في القرب من المشاكل اللي بتوجهنا جوة المجتمع نفسه التطوع هي فكرة يعني فكرة حلوة جدا من مؤسسة حياة كريمة إن هي شركة الشباب في المجتمع وابتدينا ننظم الندوات من أول ما قدمنا في الويب سايت لحد ما دخلنا على جروبات الواتساب وابتدينا ننزل بقى على أرض الواقع في القرى والمحافظات وابتدينا ننظم كل هذا ونشارك مع المنصقين نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية من أنباء تزعم بتكليف الرائدات تاريخيات التابعات لوزارة التضامن بجمع بطاقات بعد الصرف منحة العمالة غير المنتظمة لهم وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي أكدت أن كافة المنح والمساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بوزارة القوى العاملة ولا علاقة لها بالرائدات الريثيات مشددة على قيام الوزارة بتقديم المنح والمساعدات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية الاجتماعية وأبرزها برنامج تكافل وكرامة نوجه عناية حضراتكم إلى أنه تم إطلاق قناة القاهرة الإخبارية وهي قناة إخبارية مصرية تبث على مدار 24 ساعة وتقدم محتوى إخباريا متنوعا وقويا من مصر والمنطقة العربية والعالم يمكنكم متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات على تردد 11747 Vertical كما نوجه عناية أسد المشاهدين لانطلاق قناة إكسرا لايف في بثها التجربية وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها وفي مقدمتها قمة المناخ ونشير إلى أن تردد قناة إكسرا لايف 120922 Vertical فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال النشرة تنطلق اليوم القمة العربية الحدية والثلاثين بالجزائر برئاسة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون حيث تستمر لمدة يومين ومن المقرر أن تشهد القمة تسليم رئاسة الدورية للقمة العربية من الرئيس تونسي قيس سعيد رئيس الدورة الثلاثين إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ويناقش جدول أعمال القمة كل الأزمات العربية وعلى رأسها فلسطين إلى جانب 24 بندا تخص قضايا اقتصادية واكتماعية اقتمع رئيس تونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلا أبودن في قصر قرطاج وأعلنت رئاسة التونسية أن الاجتماع شهد تناول الموازنة العامة وصعوبات التي تشهدها قصة في ظل الوضع العالمي الراهن حيث أكد رئيس تونس ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من هذه الأوضاع دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين ترجمة نانسي قنقر قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي إن الوكالة بدأت عمليات تفتيش لموقعين نوويين في أوكرانيا وذلك بناء على طلب كييف بعد الاتهامات الروسية بأنها تعمل على صنع ما يسمى بالقنبلة القذرة وقال جروسي في بيان إن مفتش الوكالة بدأوا وسينتهون قريبا من أنشطة التحقيق في موقعين في أوكرانيا مضيفا أنه سيقدم في وقت لاحق هذا الأسبوع استنتاجاته الأولية حول عمليات التفتيش قال رئيس فلاديمير بوتين إن القوات الأوكرانية تهدد السفن الروسية والمدنية كما دع أوكرانيا إلى ضمان سلامة حركة الملاحة البحرية وأكد بوتين أن المسيرات التي استهدفت السفن في سيفاستوبول كانت تحلق في الممر الآمن لإخراج الحبوب من أوكرانيا وأكد بوتين أن موسكو لن تنهي مشاركتها في اتفاق الحبوب لكنها معلقة وقال بوتين إن الهجمات على المنشآت الأوكرانية كانت ردا جزئيا على الهجوم الإرهابي في سيفاستوبول أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن لنقل الحبوب في البحر الأسود حتى يتم توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الذي استهدف السفن الروسية في ميناء سيفاستوبول مشددة في الوقت ذاته أن روسيا لم تنسحب من مبادرة البحر الأسود بل علقت العمل بالاتفاقات وأكدت الوزارة أنه من غير المقبول استمرار حركة الملاحة في ممر أمني في البحر الأسود وأعربت عن أملها في مساعدة الأمم المتحدة في الحصول على ضمانات عدم استخدام الممر الآمن والموانئ للعمليات العسكرية ضد القوات الروسية اعتبرت واشنطن طلب روسيا الحصول على التزامات أوكرانية بشأن ممر الحبوب ابتزازا جماعيا كما اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن روسيا تحول مرة أخرى الغذاء إلى سلاح في عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا كما أشارت إلى أن أسعار الأغذية ارتفعت بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة باتثاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب أكد الرئيس الأوكراني فلادمير زلينيسكي خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن أوكرانيا عازمة على البقاء ضامنا للأمن الغذائي العالمية ومواصلة صادراتها من الحبوب بعدما علقت روسيا تنفيذها لاتفاق إثر تعرض سفنها في شبه جزيرة القرم لجهود لهجوم بمسيرات كما أكد زلينيسكي التزام أوكرانيا باتفاق الحبوب أكد مندوب روسيا بمجلس الأمن استعداد بلاده لمواصلة إيصال الأغذية إلى دول العالم بشكل رقيص وخلال جلسة لمجلس الأمن حول ملف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أشار المندوب الروسي إلى أن الهجوم الأوكراني في البحر الأسود استهدف سفينة روسيا تضمن أمن سفن الحبوب لا تزال أصداء انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية تلقي بظلالها على الساحة الدولية مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مهمة لمناقشة الانسحاب الروسي من الاتفاق حيث أكد مندوب روسيا بالمجلس استعداد بلاده لمواصلة إيصال الأغذية إلى دول العالم بأسعار رخيصة كما أكد أن الهجوم الأوكراني في البحر الأسود استهدف سفينة روسية تضمن أمن سفن الحبوب من جانبه أكد المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتين جريفف خلال جلسة مجلس الأمن أن الأمم المتحدة مطمئنة لعدم انسحاب روسيا من صفقة الحبوب وأنها فقط تعلق عملياتها مؤقتاً كما أعرب عن آمل المنظمة في استئناف عمل الخبراء الروس في مركز التنسيق المشترك الكريملين من جانبه حذر من خطورة الاستمرار في تنفيذ الاتفاق بدون موسكو حيث قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه في ظل الظروف التي تتحدث فيها روسيا عن استحالة ضمان سلامة الملاحة في بعض المناطق التي تسير بها السفن يصبح تطبيق مثل هذا الاتفاق أو اختيار طريق مختلف أكثر خطورة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شدد على مساعه الدائمة لاستمرار أنشطة مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في أعقاب تعليق روسيا مشاركتها وفي ألمانيا أكدت وزارة النقل أن النقل البحري هو أكفأ طريق لتصدير الحبوب من أوكرانيا وإن كان النقل البري سيستمر بينما قال المتحدث باسم الوزارة أن الطريق من أوكرانيا إلى موانئ بحر الشمال هو الأطول والأصعب وكذلك الأعلى تكلفة قالت وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب تراجعت إلى 4.22 من 100 مليون طن في أكتوبر الماضي من 5.5 من 100 مليون طن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وأضفت الوزارة أن حجم صادرات هذا الشهر شمل 1.9 من 10 مليون طن من القمح ونحو مليوني طن من الذرة و313 ألف طن من الشعير وأفدت بأن أوكرانيا صدرت إجمالي 12.9 مليون طن من الحبوب حتى الآن مقابل 19.4 من 10 مليون طن في الفترة نفسها من موسم 2021 و2022 أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف أن 80 من 100 من المستهلكين محرومون من المياه في كييف جراء الضربات الروسية وأضف رئيس البلدية أن القصف أدى أيضا إلى انقطاع الكهرباء عن 350 ألف منزل في العاصمة من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القصف استهدف مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة في أوكرانيا وذلك بعد يومين من استهداف أسطولها في القرم وأوضحت الدفاع الروسية أن الغارات التي نفذتها بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة أصابت جميع أهدافها أعلنت وزارة الدفاع الروسية استكمال التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر وأكدت الدفاع الروسية أن جميع الأنشطة المتعلقة بتجنيد قوات الاحتياط توقفت عقب الانتهاء من استكمال التعبئة العسكرية الجزئية وقالت بيلاروسيا أنه سيكون هناك رد مناسب على أي استفزاز على الحدود الأوكرانية مضيفة أنها قامت بتطبيق إجراءات أمنية مشددة على الحدود كما أشارت إلى أنها تحرس الحدود ليس فقط بمجموعة من الأسلحة ومخزون من الذخيرة لكنها قامت بتغيير سيكولوجية مناهج تدريب الجنود والضباط حذرت بريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العواقب الوخيمة إن استخدمت موسكو الأسلحة النووية في أوكرانيا قائلة إن هذه الخطوة ستغير طبيعة الأزمة وقال وزير الخارجية البريطانية جيمسك ليفرلي إنه لا توجد أي دولة أخرى تتحدث عن استخدام الأسلحة النووية ولا تهدد الدولة الروسية ولرئيس بوتين وضف أنه ينبغي أن يفهم أن أي استخدام في المطلق للأسلحة النووية سيغير من طبيعة الأزمة بالنسبة للمملكة المتحدة وحلفائها وستكون ثمة عواقب وخيمة على روسيا أعلنت نرويج رفع جيشها حالة التأهب وتعزيز الإجراءات الأمنية اعتبارا من اليوم وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأكد رئيس الوزراء النرويجي أنه لا توجد مؤشرات على أن روسيا توسع حربها إلى دول أخرى لكن التوترات المتزايدة تجعلنا أكثر عرضا للتهديدات لذلك على بلدنا حماية المنصات البحرية والمنشآت البرية بعد حدوث تسريب في خط أنبيب نوردستريم في سبتمبر الماضي أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير الهولندي في موسكو لمقر الوزارة بسبب محاولات بريطانيا تجنيد دبلوماسيين بسفارة روسيا في لاهاي وأكدت الوزارة إبلغها لسفير باحتجاج موسكو الشديد على محاولات التجنيد للملحق العسكري بالسفارة الروسية في لاهاي يوم العشرين من أكتوبر من قبل الاستخبارات البريطانية وأكدت الوزارة على أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية غير مقبولة وتتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية كما أوضحت الوزارة أيضا أن هذا ليس أول استفزاز خلال السنوات الأخيرة من قبل أجهزة استخبارات أمريكية في هولندا نوجه عناية حضراتكم إلى أنه تم إطلاق قناة القاهرة الإخبارية وهي قناة إخبارية مصرية تبث على مدار 24 ساعة وتقدم محتوى إخباريا متنوعا وقويا من مصر والمنطقة العربية والعالم يمكنكم متابعة القناة على القمر الصناعي النيلسات على تردد 11747 Vertical كما نوجه عناية أسد المشاهدين لانطلاق قناة إكسرا لايف في بثها التجريبية وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها وفي مقدمتها قمة المناخ ونشير إلى أن تردد قناة إكسرا لايف 12092 Vertical فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال النشرة أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أنه تم السماح لشركة جازبروم بالتحقيق في مكان التفجير بخطي نوردستريم واحد واثنين مشيرا إلى أن الأضرار كانت جسيمة للغاية وأعلن بوتن أن رئيس شركة جاز أبلغه أنه تم العثور على فتحتين بعمق 53 أمتار ووصف بوتن ما حدث في خطي الغاز بأنه هجوم إرهابي واضح بعد أن فحصت شركة جازبروم موقع الانفجارات هدد رئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط الكبرى بفرض ضرائب جديدة عليها إذا لم تستثمر أرباحها لخفض أسعار الطاقة وأوضح بايدن أن شركات النفط لا تساعد المستهلكين رغم أرباحها القياسية لافتا في الوقت ذاته إلى أن أرباح شركات النفط تضاعفت بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلن المستشار النمسوي كارل نيهمر أن بلاده سوف تكتاز فصل الشتاء بأمان كامل بعد توفير كافة احتياجات الطاقة وأوضح نيهمر أن السلطات قامت باستخدام جميع المحطات لهذا الغرض كما أعلن العمل على مزيد من التدابير لزيادة أمن إمدادات الطاقة في النمسا حذرت الأمم المتحدة من وجود أزمات أخرى تلقي بثقلها على سوق العمل في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية مشيرة إلى أن الطباط الحاد قد بدأ وحذرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها من أنه وفقا للتوجيهات الحالية سيتدهور نمو التوظيف العالمي بشكل كبير في الربع الأخير من عام 2022 وأشار المدير العام الجديد للمنظمة إلى أنه في مواجهة هذا الوضع المتدهور ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود المنصقة على الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة وضع سوق العمل العالمية المقلقة للغاية ومنع حدوث تراجع عام كبير فيها وأضاف التقرير أن خلق فرص العمل وجودة الوظائف في تراجع واستطفاقم أزمات الطاقة والأمن الغذائي وارتفاع التضخم وتجديد السياسات النقدية والمخاوف من ركود عالمي وشيك تسرع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد خلال شهر أكتوبر الماضي مع تباطئ النمو في الربع الثالث ما يصلط الضوء على حدة أزمة تكلفة المعيشة في المنطقة ويضيف مزيدا من الضغط على البنك المركزي الأوروبي وأكد مكتب الإحصاء الأوروبي ارتفاع مؤشر التضخم بنسبة 10.7% على أساس سنوية على جانب آخر سجل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نموا بنسبة 2.10% خلال الربع الثالث من العام الجاري ما يمثل طباطئا عن النمو البالغ 8.10% في الربع الثاني سجل التضخم في بولندا رقما قياسيا هو الأول منذ 25 عاما خلال شهر سبتمبر الماضي وأشار مكتب الإحصاء البولندي إلى أن التضخم بلغ 17.2% على أساس سنوية متوقعا أن يكون التضخم في أكتوبر المنصرم عند مستوى 17.9% ومقارنة بشهر سبتمبر 2022 تكون الأسعار قد صعدت بنسبة 1.8% رياضيا واصل منتخب مصر للناشئين تدريباته في الجزائر ضمن معسكره الإعدادية للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وحرص الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد وهبة على تدريب اللاعبين على بعض الجمل الخططية استعدادا لمواجهة الجزائر وديا يوم الأربعاء ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة ليبيا يوم الثامن من نوفمبر الجاري ثم تونس يوم الحالي عشر من نوفمبر ويختتم المنتخب مبارياته بمواجهة المغرب في الرابع عشر من ذات الشهر تعدل فريق المقاولون العرب مع فاركو سلبيا في المباراة التي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدور الممتاز وبهذه النتيجة يتواجد فاركو في المركز الخامس برصيد خمس نقاط فيما ارتفع رصيد المقاولون إلى ثلاث نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدوري فاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الممتاز تقدم كريم طارق لطلائع الجيش في الدقيقة الخامسة والعشرين ثم نجح هشام صلاح في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة الثامنة والستين ثم أضاف خالد صبحي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة التاسعة والسبعين وفي الدقيقة التسعين سجل مروان عطية الهدف الثالث وبذلك الفوز تصدر الاتحاد جدول الدوري مؤقتا برصيد التسع نقاط بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة الرابعة في المركز السابع يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة استعددا لخوض مباراة الداخلية التي تقام يوم الأربعاء على السادة السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز وكان الأهلي قد فاز في الجولة الثانية على فريق أسوان بهدف دون رد يواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة نظيري يوم الأربعاء باستاذ عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتازة ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط من الفوز على سموحة ثم سيراميكا كيليوباترا يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم أثلاثاء تقص مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية لطيف في أول الليل مائل للبرودة على آخره على الأنحاء كفة وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة موسيقى انتهت نشرتنا مشاهدين وإليكم تذكرة بأهم وأبرز العنوين موسيقى الرئيس السيسي يفتتح مركز تحكم الشبكة الموحدة لخدمات الطوارئ ويشهد أو يشهد إطلاق خدمات القمر الصناعي طيبة واحد اليوم انطلاقوا فعاليات القمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر بحضور القادة والزعماء العرب موسيقى لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة كنت معكم ألاء طاهر موسيقى موسيقى شكرا